دفنا العزيز جدا منوارنا كابتن صديق الجمال نجم الأهلي السابق منظور يا فندم صباح الخير يا نوران صباح الخير على السادة المشاهدين وعلى حضرتك احنا كنا نتكلم في الفاصل قبل الهوى وبنقول ندردش عن الأهلي والجونة والمؤجلات وماتشرة المؤجلات لازم حاجة بتقع وده طبيعي إلى حد ما بس كنا نتكلمنا عن أن الأهلي الحمد لله صعد من المركز الخامس للمركز الثالث عالميا فاخيرا نبدأ من هنا كابتن صديق إنجاز طبعا ما بعده إنجاز يعني وحاجة مشارفة جدا للمنظومة كلها مجلس دارة النادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي رقم واحد للجاز الفني لكل اللاعبين وحاجة نفتخر بيها أن الأهلي تحط في المكانة دي ومتفوق على أندية كتير قوي منهم مثلا ليفربول في ناس أقدم من الأهلي يعني سنة 1292 ليفربول وفي ناس أقدم كتير بس طبعا دي الإنجاز ده ما تحققش إلا بالحظ البطولات وتقدم النادي الأهلي في كل المنافسات وكل استحقات اللي بيخش فيها تاريخ طويل وأسماء كبيرة شاركت وقدمت كتير للنادي الأهلي وجماهير في ظاهرك يعني أمور عديدة جمهور رقم واحد بس التاريخ ده ما بيجيش من فراغ طبعا في مجهود بازل من كل الأجيال النادي الأهلي من كل المنظومة مجلس الإدارة طبعا على رأس المنظومة لأنه هو اللي بيهيأ المناخ وبيدي الوضع للمدرب واللعبين والاستقرار الإداري قبل استقرار الفني صحيح استقرار الإداري هو اللي بيوالد النجاح إنما كنت فيه دغوطات على المدرب على اللعيبة الناس شغالة المنظومة كلها بسم الله ومشاء الله حاجة تتحسب يعني للمجلس والمنظومة كلها صحيح خلينا نبدأ بقى بالكلام والحديث عن مباراة أمس البعض يقول لك أنا كنت متوقع النتيجة زي كده البعض يقول ما كناش متوقعين هاي سكور عشان المؤجلات زي ما أنا قلت كنت بقول يعني لازم حاجة كده بتحصل دغوطات برضو بتكون موجودة ولكن سؤالي هنا خاص بي البعض النقد اللي وجه ليه كولر وقال لك التدوير بتاعه والسكواد والتشكيل ما كانش الأفضل رغم إن إحنا تاري هنرجع نقول بالعكس المهم جدا إن إنت يبقى عندك كل اللعيبة في جاهزية عشان مشعورش إن فيه مركز يعني فيه فراغ لو فيه إصابة أو غياب أو غيره ليه اللعب الخاص بي فأمر طبيعي جدا إن هو يكون فيه تدوير أمر طبيعي جدا إن أنا شارك كل اللعيبة بترد على ده إزاي هو وضع طبيعي طبعا اللي بيحصل ده ورد في الكوران بالنسبة للنادي الأهلي أي يعني في كل موسم بيبعنده استحققات كتير فبيجي يتركم عليه بعض المباريات مؤجلات بتبقى وراء بعض فدي طبعا في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه فنيا أنا أهم حاجة عندي بالنسبة للمؤجلات أن أنا أحصد على ثلاث نقاط لأن أنا بنافس مطلوب مني بطول الدوري فحادة الأداء بالذات لما يكون كل ثلاث يام ماتش هيبقى الأداء مش اللي هو المطلوب من الجهاز الفني ومن اللعيبة بالنسبة للجماهير أو الإعلاميين أو الناس المعنية عن كورة القضاء لأن فيه وقت أنت حضرتك بتستغني شوية عن الأداء بحيث أنت حصدت ثلاث نقاط الأداء هيجي ولما يكون فيه ضغطات على الناد الأهلي ضغطات من ناحية المباريات أنه برضو الثلاث يام دي بتبقى صعبة جدا لازم يكون فيه تدوير والتدوير سعاد بيبقى جابي وسعاد بيبقى ممكن بيبقى فيه شوية سلبيات بسيطة الراجل بيشتغل على الحاجات دي كواس جدا 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 وهو من الغاية دلوقت ناجح يعني هو طبعا نقدم له التهنية عيد ميلاده تم 63 عام الموسم اللي فات خد العلامة الكاملة البطولات وعمل إنجازات مع الناد الأهلي السنة دي لو سقط منه بطولة أو بطولتين عندنا لسه خمس بطولات هو مشارك فيها هو بيعرف يتعامل مع المباريات الناس عشان برضو عايزة ايه مكسب على طول وعايزة أداء كمان المباريات الجونة كان فيها الشوت الأولاني حكس الشوت الثاني لحد ما هو كان بادئ بناس طبعا ندفت كان بقاله فترة ما بيشاركش وفيه اتنين لعيبة كانوا محطوطين في المباراة دي يمكن بقالهم فترة مثلا ما شاركوش الحاجة برضو سعادتني جدا عودة مودست اللي هو كان عليه نقد كبير جدا النقد فيه تشكيك اللعيب بجيء على النادي الأهلي ولازم يكون أفضل من كده بكتير هو ممكن يكون عنده إمكانيات كويسة بس عشان يخش في فورمة المباراة أو يقف يسعى الجمهير النادي الأهلي لازم يكون بيهدف لأن المهاجم لما كانش ينزل الملعب وبيجيب جون يبقى ليه بصمة الجمهير بتبقى برضو مجدودة شوية والكرة العربية والمصرية والأفريقية وانا قلت الكلام ده مختلفة فأكيد مش مرة واحدة حيجي تأقلم على اللعبة عندنا أكيد بيبقى فيه وقت كبير يعني فده أمر طبيعي لازم برضو الناس تبقى واخداف في الحزبان يعني أكيد والناس عايزة تساعده هو كان بايد على المباراة بس إن برح الهدف اللي جابه بيدل إنه هو لعيب يعني متمكن وعنده مهارة وبيعرف التعامل إزاي جوه السندوق حاجة يعني طاهر عمله اللونج باس طويل بقى جنب المساك حط وش اللي جابها قدامه ورحم دايس عليه وعملها ببطن ليه؟ فيه حاسة الفروت صحيح فإن شاء الله هنزبر عليه شوية لحد ما يتقلق ده بن ضمن برضو المكاسب بتاعتين بارح إنه برضو كولر استعاد بعض جزء من السكة يعني بيقولك إيه ممكن ما يعرفش حاجة لا اللعيب الكورة لغة كورت القضب مالايش داعه بالإنجليزي بالفرنسا وبالعربي لغة الكورة دي اللي واحدية كاتب تتفهم تشوف راح على الجمهور يعني عايز يلوم أنا متواجد يعني وعمل كده لأن المباراة اللي كان بلعبها كان فيه ضغطات عليه وبيحس برضو بأن الجماهير مش راضي عليه فتغييرات اللي عملها كولر مبارح في الشوت التاني كانت إيجابية برضو نزل أربع لعيبة ديانج وبرسي تاو اللي هو الباكليفت يعني حسيني برضو فيه متغيرات في أداء الأهلي وكان ممكن نكسب يعني كورة وإمام عشور لما نزل برضو كان ليه دور كورة اللي حطها دي جات في العرضة الأهلي أهم حاجة عندك كورتين في العرضة يعني تحس العرضة برضو ماذا توفي من عند ربنا ممكن تخش بباليها طبعا نسبة إحنا توفقنا في ماتش اللي هو سيراميكا وجبنا الجون في وقت مثلا قاتل يعني أفشا وهيدرس وهو قصير مش طويل بس توفيق ربنا سعاد بيجي مع اللعيب أو مع الفرقة إن هم تعبوا واشتغلوا واكتهدوا فبيجي بيديك الهدف أو بيديك الناتج في الآخر في الوقت اللي ربنا عايز يديك فيه فماتش الجونة أنا الحمد لله التعادل برضو مش وحش وإن هم ثلاث ماتشوات والحمد لله فصدرنا الدوري إحنا بفريق الأهداف عن بيرامدز وعدد المباراة بتاعتنا أقل فالأهل زي ما معودنا إن شاء الله الفترة الجاية بعد التواقف الدنيا برضو تبقى متزبطة ونرجع للمكانة الطبيعة بتاعتنا أول الدوري إن شاء الله يحصل نتكلم بقى شوية عن الفنيات برح الجونة أعتقد أن إحنا كلنا كنا عارفين الجونة كالعادة بلعب بشكل دفاعي بحث يعني لم نفاجأ يعني بالأمس طيب اللعب الدفاعي البحث ده بيتطلب أن أنت تضغط علشان تعمل أو تقدر أن أنت توصل شفنا الأهل يمكن في الشوت التاني شوية كان بيدغط لكن بصراحة الشوت الأول كان الجونة هو اللي ضاغت كان أقل شوية بالضبط يعني هجمات الاعتماد على الهجمات المرتدة أكتر ما كانش فيه جيم تقدر يعني تقدر تسيطر عليه بمعنى أصح هل التشكيل اللي احنا لعبنا به مع التاكتك اللي احنا لعبنا به كان الأفضل لمواجهة فريق دفاعي بحث برافو عليكي هو حصل متغيرات أن كان فيه ناس أول مرة برضو يتشترك من البداية زي خاد عفتاح لقب بك شمال واخدبال حضر لك وندفت برضو بعيد على المباريات دول برضو الحاسة بتاعت المباريات وأن أنت كوري الليكي في الملعب بتختلف فممكن يكون أثر بعض الشيء على أداء النادي القلم مش هما الاتنين بس يعني ممكن المجموعة كلها لما حصل تغييرات الشوت الثاني حسنا أن فيه الأهلي ضغط على الطرفين وفرات من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين وهاني اشتغل شوية يعني برضو حسنا أن فيه تركيز أعلى من الشوت الأولين فبرضو أنت بتلعب الجونة في ملعبها هو المدرب كل التأديل والاحترام ليه لما بيلعب نادي الأهلي هو يقول لك رقم واحد عايز البنت إنما هو لو نازل بيلعب مفتوح وبيضغط عليك أنت بعندك مساحات عندنا فراءات فردية وعندنا لعيبة على مستوى عليه جدا جدا فأي وقت ممكن يجيبه جواد الشحاية وطاهر وحتى مودس كان بيوصل بس الدنيا كانت مقفولة شوي فأنا أنت برفع عليك حتة التاكتك الشوت الثاني اختلف بالتغييرات عندما تنزلي حضرتك أربع لعيبة فرقوا مع تيم النادي وهو برضو انكمش أكتر علاء عبدالعال فأنت سيطرتي يعني الجونة ملوش حاجة الجونة كان بيعتمد على بلحج وكان فيه لعيب اسمه أرنو اللي هو الأجنبي واللعيب الثاني ده الاعتماد الكل في المرتدة بالحاج اللي هو جاب ضربة الجزاء كان لعيب كويس برضو مغربي فالشغل الثاني ما كانش فيه حاجات دي كلها بالنسبة للجونة لأن ضغطنا من الأطراف ونص الملعب كان فيه امتلاك وسيطرة كاملة لفرقة النادي الأهل بس طبعا التوفيق ده طبعا وارد يكون معاك وممكن الكرة عندك شوية فانا شايف النشوط الثاني أفضل من الشوط الأولين كان مجمل لأداء النادي الأهل هو يعني فيه كلام كتير عشان عندنا فاصل دولاتي أدان بس حابة أطرح السؤال لغاية لما ان شاء الله نرجع من الفاصل سريع فكرة هنا برضو لما نتكلم عن يعني أنا دولاتي بلاعب منافس جديد إلى حد ما برضو أو منافس فيه فارق كبيرة جدا عني لكن أنا شايف أنه هو المنافس ده عنده طموح كبير وعنده إصرار كبير وبقى يلعب بشكل كمان يخليك أو يلفت نظرك ده ما كناش بنشوفه في المنافسات المختلفة في المواسم اللي فاتت للدوري الممتاز لأن انت كنت بت خلاص هما ثلاثة أربع فرق اللي في الآخر عارف أن هما هيصفصف عليهم الترتيب والجدول وبتبقى حافظ لعب كل فريق منهم لكن دلوقتي مع صعود بعض الأندية والتقلق الموجود والصفقات ورأس الماء بيدعموا الفرق بقى شكل الدوري المنافسي الممتاز المنافسة قريبة وأنا أشوف أن ده بالمناسبة حاجة إيجابية جدا لكن ده بيخليك برضو عندك بعض المتطلبات المهمة اللي لازم تركز عليها واللي لازم تبتدي كمان تعمل لها حساب فدي النقاط اللي حنرجع عليها بس نطلع فاصل الأول فاصل أدين سريع جدا نرجع حدثنا لسه مستمر مع كابتن سدي الجمال خليكم معنا بجعنا حضراتكم مرة كمان وكابتن سدي أقول السؤال تاني ولا خلاص بقى لا خلاص حفظ سيا شين وقت تفاضل أنت حضراتك بالنسبة للفرق اللي هي بتلعب النادي الأهلي أو الأول كانت البطولة محسومة يعني فيه منافس وفيه منافس بعديه وفيه فرقتين أو واحد أو اثنين زي مثلا أهل الزمالك الإسماعيلي الأول كان ساعات مثلا بعض المصري للتحاد دلوقتي ما شاء الله المستوىات بقى متقربة والفرق أصلا كلها اللي بتلعب النادي الأهلي بتبقى أول حاجة عندهم تدعمات كويسة جدا جدا وبيشتغلوا على نفسهم بيجيبوا لعيبة كتير وبقى يصرفوا عكس الأول الحتة دي ما كانتش موجودة فبيجي بقى في المباريات تلاقي المستوى ممكن يكون قريب جدا امتلاكوا الكرة الفرق دي بيبقى عندها برضو النزعة الهجومية الأول كان الفرق توقف مثلا 70-80 دقيقة بالدافع في نص ملعبها دلوقتي بيلعبها على المرتدات جايبين مثلا عناصر مميزة جدا جدا لأن أغلبية الفرق وعلى سبيل المثال مثلا زيت عمل تدعيم كويس جدا جدا خاد العيبة بالنادي الأهلي جايب مثلا مصطفى زيكو ده من الحرس الحدود لعيب كويس جدا جدا والدفع فيه مابلة كويس فاللعيبة دي بتصنع الفرق مع فرقها عكس الأول تلاقي المستوى كان بايت شوية إنما دلوقتي حضر لك زي ما الأهلي بيعمل تدعيمات أو الزمالك أو الفرقة الكبيرة فالفرقة السهرة بتديت تشترع على نفسيها وبتديت يمسكوها رجال أعمال وناس مستثمرين عشان كده هتحس من المستوى إن في نديها في المباراة يعني حاك مع تدخل رأس المال في الكرة المصرية لأن أتى ثماره بقى أصبح فيه تنافسية أكبر طبعا والتدعيمات اللي حصلت كمان خلت بعض الفرق إن هي خلية نقول تدي متعة للدوري المصري غير إن إحنا أو المنافسين التقرديين هتكلم النادي لها أكيد بقال ليها دور في بطولة الدوري وبقال ليها تأثير في حسم البطولة وبيجمعوا ابنات وبرضو كل عندهم طموح الفرق عايز تاخد كاس عايزة تنافس على البطولة الدوري وهو حاجة مباشرة جدا زي البلدية مثلا جاي من بعيد خالص فاقتلوا على أكتر من مباراة بداية من مطش المولين اللي كاس بقوا في الأول وعمل مبارات كبيرة بين اللي هو ما شاء الله اشتغلوا على نفسهم وليهم دور في أكتر من عنصر في الدوري المصري وميزين الفترة اللي جاي وبيشتغلوا على نفسهم معهم مدربين وجابين لعيبة فدي كويسة للمنتخب وكويسة لصالح الكورة المصري صحيح امتفق بحضرتك جدا وكويسة للنزيل أهلي في الأول في الآخر أنا قلت الكلام ده في الانترو أنا مش عايز حتى وانا رقم واحد أن أنا نفس نفسي أو نفس ونفسين دعاف أو مستواهم يعني أقل بكتير أو حتى منافس تقريدي كل سنة العايزة بقيه مطع حقيقية كمان في الدورية الاستفيد بالاحتكاجات لأنه عنده استحاقات برا بيلعب في أفريكيا بيلعب بطول العربية بيلعب أي حاجة تصفيات الفرق اللي بيلعبها برا بتبقى قوية صحيح فلازم المستوى في مصر يبقى قوي وده عشان المنتخب كمان طبعا بتعرف المنتخب داخل على استحاقات احنا هنتكلم عن المنتخب دلوقتي طبعا استعدادات كاس العالم وعندنا مباريات جبوتي وعندك يعني يسير اليون مبارياتين مهمين منافسين برضو أقوية خليها أروح محريرك بداية هنا المنتخب طبعا مستر فيتوريا خطاق 25 لعب وهو رجل منظم جدا وزي ما تفضلت مع حضرك قبل كده لعب مباراة كتير مخسرتش لمباراة واحدة اللي هي بتاعة تونس الودية وكان برضو نقص لعب تنادي الآلي كان عنده ظروف والناس وقتا انتقدته قالت لك أول مباراة بجد أو أول مباراة حقيقية وما قدمتش الأداء المطلوب يعني بالعكس فاكرين احنا الانتقالات مولايب على الجزائر مبارات كبيرة جدا جدا والجزائر تعادل معنا في الآخر وكانت مباراة احتكاق قوة جدا جدا هو ما شاء الله ماشي بخطة سابتة مع المنتخب هو احنا بس هنا التصفيات بتبقى يعني برضو لها تركيز أعلى وليها دور كبير في وصول منتخب مصر يعني عندك البداية جبوتي عندك دي برضو فيها أفانتاج ليه نحن فرصة كبيرة جدا جدا ان اول مقتلات نقاط ان في ملعبك بعد كده هنطلع على سريليون المباراة الأولينية يعني كان عندنا زمان عقدة المباراة الأولينية في التصفيات بيهرب مننا مطشات كتير وزمان طلعنا من ليبيريا وطلعنا من فرقة دعيفة جدا ما بنعرفش نجمع في الأول لبناط فممكن العملية تهرب مننا انما دلوقتي الحمد لله الراجل مركز جدا جدا والمباراتين في المتناول يعني عندك المبارات اللي هي جبوتي يعني وضع طبيعي على الوراء ان احنا نكون أقوى بس طبعا التصفيات دي ملاش معايير وما فيش مقياس حقيقي إلا في الملعب صحيح انها برضو حالة المنتخب وظروف البداع فان شاء الله باتمنى من الله المنتخب ان بكوة يجمع النقاط الأولينية مطش التاني سريليون في سريليون احنا المجموعة بتاعتنا معانا بوركينة فاس وفريق كوي جدا واحنا برضو منتخبنا بوجود الحمد لله صلاح على رأس المنظومة واللعيبة المحترفين كلهم دولة هيفرقوا معانا في المبارات بتاعت المنتخب وانا ان شاء الله بإذن الله شايف ان احنا هنروح في حتة كويسة ونضمن التهول بإذن الله لان الوضع المجموعة كل الناس بتقولك منتخب مصر بإذن الله المنتخب مصر ما تاخدناش بقى الحتة ان احنا نرتاح لان فيها خطورة عليك لو ما جمعتش بنطف الاول صح فدي لازم يكون فيه تركيز عالي جدا جدا ان شاء الله من اللعيبة كلها وانا شاف المدرب ماشي بخطة سابتة وبتعامل باحترافية ملعيبة والناس اللي بيضمها وتشكيلاته انهم مركز جميل مع الفرقة منتخب الشباب سريعا والمنتخب الأولمبي خليني برضو اروح معاك ليهم كابتن سدي لان احنا منتخب الأولمبي متابعين وبقالنا فترة طبعا والى حد ما الاداء مش هقول مرضي ما في المية لكن انت منطمن شوان انت عندك سكواد كويس جدا برضو وعندك امل فيهم كبير والمدرب كمان منتخب الشباب لانت بتكلم لسه تشكيل جديد طبعا بقيادة كابتن واقل وعندنا برضو امل كبير جدا نتمنى لهم كل التوفيق منتخب اللي هو الشباب برضو في حقا كويسة انه عندنا احتكاق قوي جدا 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 عندنا البطولة هي في شمال افريقيا دي في تونس معانا الجزائر ومعانا تونس ومعانا المغرب ومعانا ليبيا اربع مباريات في عدد ايام اقل احتكاق قوي جدا جدا لعيبة كلها صغيرة وكابتن واقل اعمل توليفة كويسة يعني اختار العناصر مميزة من الاندية كلها وانا شايف ان شاء الله البطولة دي هتوقف اللعيبة واحتكاق قوي للمدرب كمان بالنسبة للشباب بالنسبة للمنتخب الولمبي انا شايف المدرب ماشي برضو بخوطة سابتة عندنا الولمبيات مع المنتخب الولمبي في باريس على معتقد اه طبعا وعندنا مجموعة لعيبة كويسة جدا جدا على رسول مثلا ابراهيم عادل وفيه اسما فيصل وفيه حمزة علاء وفيه لعيبة تانية كتير عشان ما يفخص عملنا مباراتين كبار مع المنتخب الاردن ولعبنا مباراة كان ملعب مولين العرب وكسبنا المباراتين والراجل برضو شغال بخوطة سابتة وعنده فكرة عالية جدا جدا الحاجة كويسة برضو تتحسب للاتحاد الناس المسؤولة يعني معناهين عن كورتر قدم ملف كورتر قدم في اتحاد الكورة ان المدربين بتاع الفريق الاول وبتاع المنتخب الولمبي حاجة كويسة ومبشرة كفاءة عالية جدا كوادر محترمة الله ينور عليك واجانب والمدارس اللي هي الاجنبية العالية جدا جدا وكلهم عنده بقى طويل ومسكوا منتخبات ومسكوا فرق كبيرة في اسيا فانا بقول ان شاء الله باذن الله المنتخب الاول هو البداية بيفتح الطريق منتخب الولمبي منتخب الشباب لان الوجهة بتاعت مصر المنتخبات البطولة محسومة الحمد لله مش بقول والله عشانا احنا في قناة القلي النادي القلي مسيطر وهو اللي بيسوق وهو اللي راكب بدليل البطولات وقتالة العالم فالحقا دي ده نعمل عند ربنا ليه نحنا كنادي قاد عندما المنتخب عايزين نشوفه في الشكل اللي هو اللي يليق باب اسمه مصر وجماهير مصر بصراحة الله ينور عليك ناواند بلعيبته بمحترفين لان ما ينفعش عشانا نبقى بعيد أو يشوف المغرب وكل التأدير والاحترام اليوم والجزائر وتونس يعني ما عليش يعني المغرب راحت كلاس العالم عملت إنجاز كبير ان هي فوق انا مش عايز اروح انا افرح ان انا اصعد واجيب بطاعة التأهل صحيح وروح اتغلب مثلا من السعودية ومن المشارة منين السخبات طورت من نفسها وكانت بعيدة جدا في مستواها الفني وعدد كمان سبقونا شوي وسبقونا للأسف الشديد دلوقتي الحقي وقال لكن نتمنى فترة اللي جاية ومهم الثقة ان احنا تكون عندنا ثقة لان مش ممكن المنتخب ده حاجة لو انت أصلا مش واثق في نفسك في الأوقف الياخر مدرب والنتائج على الأرض هي اللي بتجيب السكة والتجانس والمنتخب بيتلمى كده زي زمان مع كابتن حسن شحاتة يبقى عندنا منتخب كو جدا أنا عارف انت عايز تختمي بس أنا فضل احنا خاطع كيان بتمنى الشفاء العاجل لنايب رئيس النادي الأهلي الأستاذ عمري فاروق ربنا يشفيه رب ويعافية عشان هو كان في حالة صعبة جدا وما زال للأسف يعني هو في غيبه بحالة ان شاء الله ربنا ياخد بيده ويشفي كل مريض وان شاء الله يرجع علينا بألف سلامة للمجلس مع المجلس المحترم اللي هو وصلنا لتالت العالم وان شاء الله نبقى كلنا في مكانك ويسى بإذن الله امين يا رب مشكرك جدا كابتن سدي نورتيني بجد عن مصار الشخصي حيث ليك عزة غالية جدا عندنا والله ربنا خليك أنا واند وانا سعيد جدا لما أكون موجود مع حضرتك نورتينك العادة واشكر حضرتك جدا ونشوفكم ان شاء الله أنا وكريم بكرة وحلقة جديدة وعشة صف بل احنا ناصل